اشتركوا في القناة المقاومة الشعبية في مديرية الوازعية كما تشاهدون يقابلنا جبل المحتملة الذي يتمركز فيه أبطال القيش الوطني والمقاومة الشعبية كما تشاهدون أيضا في الاتجاه المقابل جبل غباري والذي لا زال يتمركز فيه بقايا وفلول ميليشيات الحوثي والمخلوع التي تم دحرها من هذه المناطق المحررة منذ بدء معركة السهم الساحلي استطاع أبطال القيش الوطني والمقاومة الشعبية هنا أن يحرروا هذه المناطق الواسعة على امتداد نحو خمسة كيلو متر مربع ابتداء منطقة صحيحة وحتى وادي الحناية هنا المواجهات مستمرة والتقدم مستمر الأياد على الزناد والأعين ترقب النصر عبدالقوي العزاني يمن شباب مديرية الوازعية تازج شكرا